حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آلنهيان وليعهد أبو ظبي فعاليات النسخة الثانية عشرة من ملتقى الاستثمار السنوي الذي ينظم لأول مرة في الإمارة تحت رعاية سموه في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض أدنك والتقى سموه نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في خدمات المدن الذكية والخدمات التكنولوجية المتطورة وتفقد سموه جناح المدينة الذكية وجناح دائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظبي حيث استمع إلى شرح حول خطط شركات اليونيكورن الناشئة والتي يبلغ إجمالي وقيمتها أربعة مليارات دولار أمريكي في استكشاف فرص الاستثمار وتأسيس عملياتها في أبو ظبي وزار سموه أيضا منطقة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تشارك فيها 190 شركة من ثمانين دولة ترجمة نانسي قنقر